شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة حل الدولتين كمفتاح لحل الصراع الدائر وأعرب وزير الخارجية عن أماله في أن تسفر جولة القاهرة المرتقبة لمحادثات التهدئة عن وقف إطاق النار في قطاع غزة تطبقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن الأهلين المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أزقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستوقع هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا الأسرة الفلسطينيين